السلام عليكم ورحبا بكم في قناة دي دوسوميبي هالنه ها ان شاء الله غدي نتحدثو على الموضوع اللي انا في الحقيقة جررتو وهو الثوم ماذا يحدث عند اعطاء الانيبي الثوم انتم ما كنت شوفو هذا الانيب اللي كنتم ادريتهم في فيديو سابق را كانت عندهم اه اه تقريبا من جسي ما نتمنى وريتهم منكم دبارة عندهم الشهر دبارة انا فطمتهم على الام ديالهم ولكن خليتهم مقابل مع الام ديالهم انتم ما كنتشوفوا الام ديالهم رهات المائية كنتشوف فيهم وهم دفلوا مارد كارثينا باش يدفوا فيها في الليل انتم ما دبارة اسم الموضوع ديالنا هو هو عالة التوم التومي لمشي تتعطيتي الانيب اسمه اسمو كي اقتر عليهم هما كيفاش الطريقة ديالهم وعدين نوليكم طريقة ديالهم انهم يقديروه في الماء وتخليو داك التوم حتى يتطرطق بالراس ويعني كيتنفق وكيتطرطق كيفاش اسمو هو التأثير ديالهم على الانيب انه مضاد حيوي مئة بالمئة كونوا متأكدين انه قاعنا الناس اللي كيستعملوا الادوية يعني المعاوية وكيستعملوا الادوية ديال الدموية يعني الليبرة راه التوم السيدة ربيع عطيه النا خالقنا هاد هاد النبات هادا اننا يعني ما غادش ندفوه لمشينا تحتها عطينا الالانيب ديالهم كيفاش طريقة اذنها اني اجررتها هات لنا فتوم هاكا يكون عبارة عن فصوص هاكا كتشدوه وحلي كتكشرو هاكا بلا بدو ما تكشروه قاع غي غي تفس هاكا قاعي لابغيتو تفلحو فلحو لكنتو ما غيب هاد طريقة هاكا انتو ما كتشوفو تشيو الشربة ديالهم صافي وتحطو لهم واحد جوش فصوص هاكا وتخليوه وما رأى عبنين كاي يشربو منو كونو متأكدين ان هاد هاد الطريقة موضاد حيوي مئة بالمئة لا للجهاز التنفسي ديالهم للألاني بالنسبة للنسبة للألاني بالضيقة للمخاطئة تنفسي ديالهم يعني كيبقى ذلك البلغم ديالهم كيبقى بحال إنسان تهما كيتأثروا كيبقى عندهم ذلك العطيس كيبقى عندهم الرواح كيبقى عندهم بالنسبة للجهاز يعني الكرش ديالهم يعني المعدة والمرارة كل شيء بكونوا متأكدين أني لاطيتهم الثوم راه مضاد حيوي مئة بالمئة وهذه راه كنقول لكم مجربة يعني الناس ذي البكرية هم اللي كانوا كيدلوا هالحواجها دو ما كانوش كيعرفوا اسمه وده وقاع ما كانوش عرفوا اسمه هي ليبرة وكانوا كيكبروا لهم القناعين وكي يستفدوا منهم وإحنا يا في هذا الجو اللي ولينا فيه الجو حقيقة كل شيء اللي لحظتوا معي كل شيء الناس اللي مرضوا حل الأمراض نقولوا الضيقة كين حساسية كين وكانوا غير السمس الإنسان وللا أَآ يعني على الأوله كي يمرض إلا مش تخرج غير اللي برد كي يمرض أما الناس اللي كانوا بكري رغم كانوا عايشين طبيعي ما كانوش كيدلوا المواد الكيميا الكيميائية ما كانوش كيدلوا الدوايات كانوا عايشين صحاح أنا حاولت نسول الناس القيد البكري يعني ذوك الناس اللي كبارين في السن كيفاش كانوا كيد اللي يديروا الطرق واحد المرأة كبيرة هي اللي قتلي هالطريقة قتليه ان الثوم راه موضاد حيوي مسكينة ما عرفش سموية موضاد حيوي ولا ما عرفش عش دك شي كان كيدير فيهم ولكن من يعني سولت وبحثت في الانترنت لقيت انه الثوم لا بد ما يكون عند القناين لانهم كي يقول لي عندهم مناعة مناعة مئة بالمئة كنوا متأكدين ان انا جربتها حاولت اني مبعد على حسب الدوايات وهذه حاولت نجرب هالطريقة وجربتها لواحد الخلفة والحمد لله كانوا مزيانين يعني ما مرضوش والامور دازت هي هذه مرحبا بالتعليق طيبة ديالكم و الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله موسيقى